اشتركوا في القناة التحقيق مع الخطوط النمساوية في مزاعم تدريب الطيارين تجاوب طالبي اللجوء مع مشروع العمل التطوعي الحكومي والنمسا تستعد للاحتفال بعيدها الوطني بعرض عسكري أصعد الله أقاتكم مشاهدين وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم بدأت اليوم المرحلة التالية من محاولات تشكيل الحكومة في النمسا حيث استقبل الرئيس ألكسندر فاندربين بشكل منفصل زعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسة الحرية والشعب والاشتراكي وتأتي هذه اللقاءات لاستكشاف إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد رغم استمرار المعارضة بين نيهامار وبابلر لتشكيل ائتلاف مع كيكل ويواجه التحالف بين حزبي الشعب والاشتراكي الديمقراطي تحديات حيث يوفر أغلبية طفيفة ولذلك من الممكن أن تشهد النمسا تحالفا ثلاثي يضم حزب نيوس ويتعين على فاندربين التفكير في منح طفويض لتشكيل الحكومة أو دعوة الأحزاب لمزيد من المحادثات شهدت النمسا خلال عام 2024 خفاضا في عدد طلبات اللجوء مع استمرار تصدر السوريين للإحصاءات ووفقا لوزارة الداخلية سجل السوريون حوالي 11 ألف طلب اللجوء وهو أكثر من خمسة أضعاف الطلبات المقدمة من الأفغان وبلغت نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين والإيرانيين أكثر من 70% وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم تقديم 18800 طالب لجوء بانخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام السابق ويعزى الانخفاض إلى تراجع لم شمل الأسر وتغيير التوزيع الديمغرافي لطالب اللجوء دعا جابريل فيلبرماير رئيس معهد أبحاث الاقتصاد فيفو الحكومة النمساوية الجديدة إلى إعطاء الأولوية لعجز الميزانية واتخاذ إجراءات غير معتادة للحد منه وشدد فيلبرماير على ضرورة الالتزام بمعايير ماستريخت وتحسين الرعاية الصحية وتأهيل سوق العمل وأشار إلى إمكانية زيادة الضرائب مثل ضريبة الوقود التي لم تعدل منذ عام 2011 رغم التضخم كما أشار إلى إمكانية رفع ضريبة الممتلكات ودعا أيضا إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا إلى 67 عاما بحلول عام 2044 وفي الوقت نفسه أكد عدم نيته دخول المجال السياسي شهدت النمسا ارتفاعا غير مسبوق في حالات إفلاس الشركات خلال 2024 حيث تتوقع جمعية حماية الدائنين تسجيل أرقام قياسية وارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 26.35% هذا العام مقارنة بعام 2023 وحتى نهاية سبتمبر تم تسجيل 3064 حالة متجاوزة إجمال عدد الإفلاس في عام 2018 و2019 وشهدت جميع الولايات التسع زيادات كبيرة حيث سجلت فولاربيك وبورغنلند أعلى نسب زيادة وكانت فيينا الأكثر تأثرا مع 1108 حالة إفلاس وتراكمت ديون أجمالية بلغت 14.3 مليار يورو بدأت نيابة العامة في كورن نوينبورغ تحقيقات مع الخطوط الجوية النمساوية بسبب مزاعم تلاعف وثائق تدريب الطيارين وتتركز الشكوك حول التدريبات المتعلقة باستخدام رادار الطقس يأتي ذلك بعد حادثة تعرض طائرة تابعة للشركة لأضرار جسيمة في يونيو الماضي أثناء تحليقها عبر عاصفة برد قرب شتايرمارك وقد تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في فيينا إلا أن الأضرار تطلبت إصلاحات كبيرة من جانبها نفت الخطوط الجوية النمساوية جميع الاتهامات ووصفتها بالمجهولة المصدر فيما تستمر التحقيقات بمراجعة الوثائق وتسليمها للجهات المختصة استجاب معظم طالب اللجوء في النمسا الذين يتلقون الرعاية الحكومية استجابوا للأعمال التطوعية التي تخدم المصلحة العامة منذ ثلاثة أشهر لإطلاق المشروع ووفقا لوزارة الداخلية تم تقريص المساعدات المالية لستمائة وثمانين شخصا أي أربعة وعشرين بالمئة من إجمال طالب اللجوء بسبب رفضهم أداء تلك الأعمال وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من مئة وواحد ألف ساعة عمل تطوعية بمشاركة ألف وسبعمائة وسبعة وخمسين شخصا تشمل العناية بالمتنزهات والمرافق العامة ويأتي تنفيذ المبادرة التي أطلقها وزير الداخلية جيرهارد كارنر في العديد من الولايات ومن المتوقع انضمام ولاية النمسا العليا قريبا تستعد النمسا للاحتفال بعيدها الوطني في السادس والعشرين من أكتوبر مع تنظيم فعاليات رسمية وعروض عامة حيث ستفتتح مقرات الرئاسة والمستشارية والبرلمان أبوابها أمام الزوار وسيضع الرئيس ألكساندر فاندالبين إكليلا من الزهور في هلدين بلاتس وسيتبع ذلك عروضا عسكرية من الجيش النمساوي بينما تنظم الشرطة فعالية توعوية وسيفتح البرلمان أبوابه للجولات العامة مع أنشطة خاصة للأطفال بالإضافة إلى ذلك يقام مهرجان الأمان في ساحة بلدية فيينا بمشاركة فرق الطوارئ ويرافق الفعالية عروضا موسيقية وخطبا رسمية انتهت نشرتنا لهذا اليوم نشكر لكم مشاهدين حسن المتابعة دمتم بحفظ الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة